السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في فيديو جديد درس جديد للمستوى الأول مادة الرياضيات مرحبا بكم معي اليوم نتمنى تكونوا بألف خير وانتم ما قد شاهدوا هذا الفيديو ديال درس تصنيف أشياء تصنيف أشياء حسب معيار واحد إذن الهدف من هذا الدرس هو أن التلميذ يصنيف مجموعة من الأشياء حسب معيار واحد إذن نبدأ أول شيء بهذه الصورة إذن كما نلاحظ هنا في الصورة لدينا مجموعة من المتلتات ولدينا من بين هؤلاء المتلتات هناك مربع إذن إذا شفنا هنا ما هو الجسم الضخيل هنا الجسم الضخيل ما معنى كلمة ضخيل يعني الجسم الذي لا يشبههم ضخيل عليهم يعني لا يشبههم إذن الجسم الضخيل هنا أو الشكل الضخيل هنا هو شكله المربع إذن هنا إذا بغينا نصنف هذه الأشياء هذه اللي عندنا نصنفها على حسب شكل ديالها وهنا قد يكون عندنا الجسم الضخيل هو هذا المربع هذا المربع هو الجسم الضخيل وهنا المعيار الذي اعتمدنا عليه يعني في ماذا لا يشبههم هو يشبههم لا يشبههم من حيث الشكل ويكون المعيار هنا هو معيار الشكل إذن هذا هو أول معيار سنتعرف عليه اليوم هو معيار الشكل إذن هذا الجسم لا يشبه باقي الأجسام من حيث الشكل إذن هناك اختلاف في الشكل يعني المعيار الذي صنفنا هذه الأشياء حسبه هو معيار الشكل الآن سنمر إلى معيار آخر سنتعرف عليه انطلاقا من هذه الصورة إذن سأبدل الصورة سأعطيكم صورة أخرى هذه الصورة إذا لاحظوا معي الصورة جيدا إذا لاحظنا جيدا فالصورة تعبر عن التفاح التفاح كل صورة بها تفاحات إلا أن الجسم الضخيل هنا هو هذه التفاحة الخضراء إذن هذه التفاحة الخضراء إذن الجميع هو تفاح ليس هناك مشكل في الشكل إذن المشكل الواحد الذي لدينا هو اللون إذن هذه التفاحة لا تشبه باقي التفاحات من معيار اللون إذن المعيار الذي اعتمدناه هنا في التصنيف هو معيار اللون معيار اللون إذن التفاحة لا تشبه باقي التفاحات في اللون الآن سننتقل إلى معيار آخر وسأعطيكم صورة أخرى لاحظوا معي هذه الصورة إذن مجموعة من الدباديب أو الدمى إذن إذا لاحظنا هذه الدمى فهي كلها مششبهة من ناحية الشكل على حسب معيار الشكل وأيضا معيار اللون إذن كل الدمى زرقاء وكل الدباديب زرقاء إلا أن هذا الدبدوب لا يشبه باقي الدمى من حيث الحجم من حيث الحجم إذن هذه الدمى تقبر هذه الدمية إذن هذه الدمية لا تشبه باقي الدمى من ناحية الحجم إذن المعيار الذي سنعتمده هنا هو معيار الحجم معيار الحجم إذن هذا هو ثالث معيار إذن رأينا معيار الشكل ورأينا معيار اللون ثم الثالث معيار هو معيار الحجم الآن سننتقل إلى معيار آخر لاحظوا معي هذه الصورة إذن إذا لاحظنا الصورة جيدا فهنا في الصورة يوجد مجموعة من الفواكه ومجموعة من الخضر إذن هناك بطاطس هناك طماطم بصل فراولة تفاح إجاز وموز إذن إذا أردنا تصنف هذه الخضر والفواكه إذن سنصنفها بهذا الخط المغلق سنحيط الفواكه بخط مغلق ونحيط الخضر بخط مغلق آخر إذن هنا أي معيار سنتخذها سنتخذ معيار الشكل فالشكل مختلف تماما اللون فالخضر والفواكه متنوعة في الألوان الحجم أيضا متنوعة هنا المعيار الذي نعتمده هو معيار النوى معيار النوى إذن هذا النوع هو خضر وهذا النوع هو فواكه إذن بالنسبة لدرسنا اليوم الهدف من الدرس هو أن يحدد ويصنف تلميذ أشياء حسب معيار واحد إما النوع إما الشكل إما اللون وإما الحجم أتمنى أن يروقكم هذا الشرح المبسط لدرس تصنيف أشياء حسب معيار واحد إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أن تضغطوا على زر أبوني وفعلوا الجرس لكي يصلكم كل جديد فيديوهاتي ولا تبخلوا علي بجام إلى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة